موسيقى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول لكم وعدنا لكم من جديد وهذه المرة عندنا تفاف جديد وهذه المرة أكثر الأبطال المستفزين في عالم الإنمي خلونا نبدأ موسيقى حقيقة وللأمانة لا يوجد كثير من المستفزين من الأبطال المستفزين في العالم الإنمي لكن يوجد الناس مساعدين للبطال وهذا المرة تبدأ خمس شخصيات موجودة كأبطال ممكن البعض لا يشوفهم مستفزة والبعض يشوفهم مستفزة موجودة نظري أن أرى أن هذه الشخصيات تستفزني في بعض الحاجات أو في بعض الحاجات التي يعملونها ممكن لا تستفز غير العكس يشوفها شيء جميل فيه لكن من وجهة نظري أن أرى أنها مستفزة وتغلقني وتغبني وتطفشني أيضا وكل واحد مننا يختلف بين بعض ترى أن كل واحد يختلف عن الثاني من ناحية الاستفزاز ممكن هذا ما يستفزاز حسب كل واحد شخصيته يدون لف ودوران على الطول في المركز الخامس من الإنمي بلاك كلافور طبعا أستا من الشخصيات المستفزة في بدايتها بالذات بعدين ممكن تغير التحسل بس في بدايتها وخلت ناس كثير يكررون انمي بلاك لبر , ثبت اسراخها زايت ! مادا ماااااااااااااااااااااا انمي وحركاتها هذه دايما لاااااااااااااااااا كلها يعني مصرقة لانه ما عندها قوة هي بيضهر قوتي دايما بدن بالصراخ يعني سوانون هو يدرب سوان اى يضرب سوان اعطاق سوان اى اي اشاجة يعملها دائما صوتها عالي كدة وهذا شيء يعني نرفز كثير في بداية الانمي للامان انا ما المهم لان هذا شيء يعني مستفز يعني اوكي فقعت اذني بحيان خصوصا انا مركم سماعة انا مطلع الصوت اسمع هذا ماذا 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 تصرخ كذلك غالق صراحة واستحق المركز الخامس أستحق المركز الخامس اتمنى يعني كثير ما ياخذ انه موضوع شخصي ولا شخصنا ولا انا يعني كاره هذا الجمهور ولا هذا الالمي ولا هذي الشخصية لا العكس انا من كثير شخصيات المحببين لقلبي لكن فيها بعض الصفات صراحة تستفزني انا شخصيا ممكن تستفز كثير منكم من انمي دراجون بول جوكو حصل على المركز الرابع عندنا في هذا التوب لانه في بعض التصرفات اللي يسويها طائشة وتغلق وتغبن احيانا في اكثر مرة يعني يسوي هذا الشيء وشوله من قبل يمن قد فريزرش اللي صار معه ليش انقدته ما كان يستعقل القاد خليت يموت خليت نفتك منا خليت نرتاح خليت محمد يرسح مننا على الاقل ايضا في حرب الاكوان يا مورط الاكوان كلها في حرب شاملة يعتبر برضو من الحاجات اللي يتغبن وغلقت الناس كثير اساسا في موجودين في الاكوان نفسها قبعا نكون احنا لنبسوا وحاب يقاتل ايضا من قبل يومنا عطى سل العلاج ضد ولده قوهاني ومثق ولده بزيادة عن نزوم وخلاه يقاتل بكامل قوته اكثر من موقف قوكو يتصرف بتصرفات حمقاء الامانة حسنا تغبني يعني اوش تحس فيه وش اللي تبي توصلي يعني ليش تسوي كذا يا قوكو فبالنسبة لي المركز الرابع قوكو حصل عليه لانه يتغبني بعض التصرفات الغبية اللي ما ادي يشتبي يعني ما اديش يحس فيه صراحة هو يسويها فمن الشخصيات المستفزة بالنسبة لي قوكو قوكو بلاك لا بس هو قوكو العادي المركز الثالث ادري انكم يعني تحبون هذا الانمي وبي قوة ومتعصبين لهذا الانمي وبي قوة بس الحق يقال من انمي هجوم العمالغة ايرين ياغر من الشخصيات المستفزة بعض الاحيان مش عطول في بعض المواقف في بعض الحاجات في بعض الحيثيات يستفزك تصرفات ايرين انت حاقد على العمالقة من اول ما بدلت انك تنظم قبل حتى ان تموت امك وقبل ان تصير اي بلاوي انت حاقد على العمالقة وتبي تنهيه وتبي تطلع برا الاجدار ماتت امك حاقدك وصل كده مليونين فشوف هذا الموقف هكتر واحد تغبني في ايرين ضد رينر وضد آني وضد غيره انت عارف ان هذا الاشخاص هم السبب في موت امك بس عساس انك صارت في علاقة بينك وبينهم لا ما اصدق ما اتقبل لا 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 مستحيل مضمهم نفس الشي يوم جاتك القوة ووقت القوة انه تقاتل تجد الناس هذيلو اللي يعني تسببوا في موت امك لا اه والله ما اصدق يا اخي يغبن والله ينرفز 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 من بس يغبن ينرفز من معنى هذا شخص هو سبب في موت اهلك ونفس كثير ابرياء ماتوا بسبت غضاهم ع عبطاتهم وانت جي تقول والله ما اتقبل امك طيب واللي راحه والناس اللي راحه مش اللي العشرة هذي اللي ما تبخليهم تصدق ليش تخلي عطبتك يتحكم فيك مبروناك يتبهوا ب هذا الشخص مبروناك الشخص اللي يدمر و يكسر كل حاجة فقط ليسها الا نرفزني ايرن المركز الثالث ايرن من هجوم العمالقة اما هذي الشخصية اللي في المركز الثاني طبعا من انيمي ايبو هاجميني ايبو او هو ايبو نفسه البطل ينرفز يعني هو من اول كان يتنمر عليه كان هو شخص متنمر عليه بشكل مطبيعي وكان يأكل ضربة اسم طيب انت وصل الين بطل اليابان الين بطل اليابان وانت لسه يتنمر عليك الى متها عمدارك عندك قبضة لو تضرب فيها واحد اختل توازن واختل المخة كلها وياك وش يتخاف منها؟ ياخي سيجنة يجبونا على طريقة الكوميديية بس ياخي تغبن شلون انت بطل اليابان وقاعد تتخاف من اشخاص انت جلدهم من قبل ماشيبه ولا غيره انت عندك قبضة يد لو تلكم فيها واخسم بالله مو بس مخة يختر حتى ترقبته تفتر كده وممكن يموت من قوة اللقمة اللي عندك ومع ذلك لسه تخاف من الناس يتنمران عليك كمان ابو كمان ما يصير عدنا مو بلها الدرجة هذا الشيء صراحة ينرفز في ابو تصوش ان يجبها بطريقة كوميديية بس برضه منرفز يعني انت داعس هذا الشخص مقابل شون تخاف مننا كيف تخاف مني ليش ما يشطلعت حسابيه ليش تخاف مننا اجل الده واذا شاف اذا فيك خير انزى انا وريك حين عاطه بس لكم واحد بقس واحد كده تخليه ينسى حتى حليب امه يا شيخ ايش في ابو اسحى من هذا الكلام اللي انت والخزع بلات اللي فيك كلام الفاضل ايه عطنا المركز الاول يا مدير اتمنى منكم جميعا تشاركوني بالتوب فايف حقينك للشخصيات اللي تنرفزك كابطال مش كشخصيات مساعدة للبطل ولا عدو البطل اتكلم كابطال وش اكتر خمسة ابطال في عالم الانيمي ينرفز بالنسبة لك وتذكر دائما بدأ الاختلاف وشاته نظر لا يفسد من ودي قضية والحين خلونا نبلش بالمركز الاول هذا المركز الاول طبعا من الانيمي بردته هو بردته بردته ما اتوقع يختلف عليه انه شخصية مستفزة لابعد الحد انا طبعا ما اشت الانيمي صراحة بس من اللي سمعتها من محمد وغيرها من الشباب الكثيرين موجدين انه بردته شخصيته مستفزة لابعد الحد انه دلع انه يعني ما ديش يبيه ابوك سوى لك كل حاجة تبيه زيادة انتو ما عشت محروم مثل ابوك ومع ذلك ابوك ما سوي حتى نصر اللي انت سويته الا انا اللي بسوي كل حاجة واللي بفعل كل حاجة وحق القرية وحق رابعة وحق اخويا وحق الناس كلها بالتصرفات الغبية والطائشة بردته يعني انتو اشتبه اكتر من كذا ابوك هوكاكي لا ليش ابوي انا ما ابي اسم ابوي اساسا مستحقر حتى ابوه ابوك نعم بدارك شق طريقة من الصفر الى المجد يعني ما اعتمد حتى على اسم ان ابوه هوكاكي ما اعتمد على ان ابوه هوكاكي صنع هذا المجد كله انت بدي بتصنع مو بها الطريقة الغبية ذي اللي تنرفز وتخلي الواحد يغطرق منك واعترف ابوك اول شيء وقل هذا ابوي شنب وانه كافو وانه رجال ترى يعني هالرجال هاللي يصنع لك هالسلاب اللي انت عايش فيه ولا كانت ممحي انتو مقاريتك دي كلها تب لك تراني حاقد عليه مع اني ماشيس الانيمي والله حسب الالقوي اللي وصلتني واني مفاكرة جاتني خلتني احقد على هذه الشخصية وحط على المركز الاول ما اديش هدفه في الحياة بهذا الانيمي تبا لك يا بارتو تبا لك يا بارتو يعني لو اني انا ما انغبنت هذا الاسبوع من انيمي نيفرلاند كانت انا حطيته كحين قصيدة بعض لك على كل الان في المركز الاول بارتو استحقها هو بجدارة من نجهة ناظري الشخصية كده نكون مصنع لهاية هذه الحلقة اتمنى لتعالعجابكم وفي النهاية اقولوا معي سبحانك الله وحمدك اشهلا لانت استغفر الكتوب اليك اشتركوا في القناة لايك وشير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خرجوا في القناة familia